اشتركوا في القناة 3 لتر حليب بقر طازة اغلي الحليب كثير منيح لا يوصل لدرجة حرارة 82 مقاوية حتى اتخلص من كل الجرسيم مثل ما شايفين الحليب عنا عم يغلي بدي اتركوا ربع ساعة لاتأكد انه ما بقى في بقلبه جرسيم يلي بيصير عنا مشاهدينا انه اللبن الرايب يلي بدنا نزيده للحليب البقر بيحتوي على كمية من البكتيريا مفيدة لجسمنا هاي البكتيريا بتحول السكر اللاكتوز يلي بقلب حليب البقر لحمض اللاكتيك وبهاي العملية نحصل على لبن قوامه كثيف وطعمه حمض متل ما شايفين الحليب غلى عندي صلو تقريبا ربع ساعة وهو عم يغلي هاي العملية كتير سهلة لانه اعملا ما بيحاجي انا لميزان حرارة او شي ضغري بحط اصبعي متل ما عم بتشوفو بعد للعشرة لازم يكون دافي بس ما بيحلق لاصبعي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة شفتو كيف محرق الاصبعي تمام بدي قلقم الحليب عندي للسطر اللي بدي روب فيه اللبن عندي هون تلاتة لتر حليب بدي ضيف عليهم كاس كبيرة من اللبن الرائب هيدا اللبن هو اللح يعمل العملية اللح يحول لي الحليب للبن وبدي اخلته كتير منيح متل ما هلا عم بتشوفو بأخلته كتير كتير منيح ليمتزج الحليب مع اللبن وبرجع غطيت غطيت الجاط عندي واللي بدي اعمله اني بدي يدفي الحليب كتير منيح ليتحول عندي للبن كانوا اهالينا زمان بيحطوا الجاط بقلب حرام متل ما انا هلا عم بعمل يتركوه ليلي كاملة لتاني يوم الصبح تاني يوم الصبح بيشلوه بيحطوه بقلب البرات كمان لمدة 12 ساعة وبعدها بيصير فينا ناكل منه بيطلع عنا احلى لبن اعزائي مرأة ليلي كاملة احنا هلا الصبح لحشيه للغطى عنه ونشوف شو صار عنا ما شالله الاشطة عندي سميكة متل ما شايفين على وج اللبن لانه حليب طبيعي لو عملناه حليب تترا او حليب مجفف ما كان عطاني هاي النتيجة هلا بدي يحطوه للبلبرات كمان لمدة 12 ساعة حتى بيتماسك بيصير عندي قوام اللي انا بديه مية بالمية لا فيه مواد حافظة ولا شي شوفوا الاشطة على الوجه ما شالله هيدا اللبن بنعمل منه لبن بخيار بنعمل منه شيش برك بنعمل كبه بلبن اي شي بدنا ايه بلبن هيك يكون عنا لبن طبيعي جاهز صحة من اهم الفوائد اللي باللبن انه بيعزز صحة الاعظام عنا وصناننا وكمان بيساعدنا بعلاج تقلصات المعدة والاسهال اذا عجبكم الفيديو واستفدتو ما تنسونا باللايك والسبسكرايب والشير وشكرا لكم وقالب صحة وهنا من قناة وقالب صحة الناس وقالب صحة الناس وقالب صحة الناس